حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة هناك ظاهرة في القرآن ينفرد بها القرآن العظيم عن كل الكتب على وجه الأرض لماذا كثير من الآيات نجد فيها اسم الله في آخرها تحديدا مثلا والله غفور الرحيم يعني انظروا أيها الأحبة أنا بحثت هنا على البرنامج مثلا والله محيط بالكافرين مثلا والله عليم بالظالمين والله بصير بما يعملون والله ذو الفضل العظيم والله سريع الحساب والله لا يحب الفساد والله رؤوف بالعباد والله يعلم يعلم وأنتم لا تعلمون والله غفور الرحيم إن الله عزيز حكيم طيب آيات كثيرة والله سميع عليم مئات الآيات أيها الأحبة لماذا هذه الظاهرة الحقيقة يعني أنا تأملتها ووجدت أن هناك إعجازا عظيما ورسالة أولاً أحبتي في الله القرآن هو الكتاب الوحيد في الكون حالياً يعني الكتب الموجودة الآن على وجه الأرض الكتاب الوحيد الذي يتكرر اسم مؤلفه بحيث يكون الكلمة الأكثر تكراراً هو القرآن فقط يعني مثلاً لنأتي بكتب آنشتاين كم مرة ذكر آنشتاين مثلاً اسمه في كتابه ربما على الغلاف فقط شيكسبير قصائد أبو الطيب المتنبي خذ أي كتاب خذ أي كتاب تريده وانظر إلى اسم المؤلف غالباً تجده يذكر على الغلاف إذا نظرنا إلى جميع الكتب التي ألفها البشر يستحيل أن نجد كتاباً الكلمة الأكثر تكراراً فيه هي اسم صاحب الكتاب طب عندما نجد القرآن ينفرد بهذه الظاهرة ماذا يعني؟ هذا يعني أنه كلام الله عز وجل لأنه فريد من نوعه لا يوجد كتاب في الكون مثل القرآن وبالتالي يجب أن يكون فريداً من نوعه فكما أن الله تعالى ليس كمثله شيء كذلك القرآن ليس كمثله أي كلام آخر طب هذا أولاً ثانياً عندما تجد أن القرآن يتحدث عن أحكام عن فقه عن تشريعات عن نصائح عن عبادات عن توجيهات إلهية يتحدث عن ينهان عن الخمر ينهان عن الزنا يأمرنا بالمعروف يأمرنا بالصدقة نجد غالباً اسم الله يحضر في أي آية أو في معظم الآيات لماذا؟ كأن الله يريد أن يعطيك رسالة أيها الإنسان فيقول لك دائماً تذكر هذا الإله العظيم في كل لحظة في كل لحظة عندما ترى يعني عينك تنظر إلى ما حرم الله أو تريد أن تنظر إلى ما حرم الله إنسان يرى إمرأة جميلة فنفسه يعني تأمره أن ينظر يتذكر هذه الآية العظيمة قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم انظروا أيها الأحبة كيف انتهت الآية إن الله خبير بما يصنع ذكرك بالله وأنت تنظر أو تهم بالنظر إلى ما حرم الله ذكرك الله انتبه هناك إله يراك وخبير بما تصنع فتتراجع عندما تريد مثلاً أن تنفق زكاة مالك أو يأتيك إنسان فقير محتاج الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ذكرك برب العالمين ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني وأنت تنفق تتذكر أن الأجر من الله فإذا أساء لك هذا الشخص لا تبالي أحدنا عندما يعطي صدق لإنسان ينتظر منه كلمة طيبة أحياناً هذا الإنسان الفقير قد يعطيك كلمة سيئة قد يتكلم عليك بسوء فتغضب وتقول أنا لن أعطيه مرة أخرى القرآن لا يريد منك ذلك الله عز وجل يريدك أن تتذكره وأنت تعطي هذا الإنسان محتاج فمهما حدث لك من إساءة مهما حدث من مشاكل بعد ذلك ستكون سعيداً لأنك أنت تعمل ابتغاء وجه الله وليس أن تطلب الأجر من فلان أو فلان لهم أجرهم عند ربهم مثال ثاني أيها الأحبة كثر اليوم اللغو يعني أحياناً الواحد يكذب في النهار مئة كذبة ولا ينتبه أنه يكذب يعني أصبح الكذب عادة يومياً هنا الله عز وجل غفور رحيم علمنا كيف نحفظ هذه الأيمان ولا نلغو كثيراً الله يقول لا يؤاخذكم الله في اللغو باللغو في أيمانكم إذن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يعني أنت أخطأت بعبارة خانك التعبير فقلت لشخص والله مثلاً لا أستطيع وأنت تستطيع وأنت غير منتبه طبعاً لما تقول طلب منك خدمة وقلت له والله لست يعني الآن ليس لدي وقت مثلاً ربما يكون لديك وقت وأنت هذه العبارة تجري على لسانك كل يوم هذا اللغو مدام قلبك مطمئن بالإيمان وقلبك لا يريد أن يحلف يميناً كاذباً وقلبك لا يريد أن يخدع الناس إذن ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم طيب كيف خدمت هذه الآية أيها الأحبة ذكرك الله أنه غفور وأنه حليم حليم والحلم نحن نعلم من الصفات العالية جداً الإنسان الحليم نقول إنسان حليم عندما يضع أو عندما يقوم بالعمل الصحيح في المكان الصحيح في الوقت الصحيح يعني عندما يكون لدينا إنسان باله طويل جداً وهادئ وعالم بالأمور وحكيم ولديه صفات كثيرة من الصبر ومن الحكمة في معالجة الأمور ومن الهدوء ومن الصبر على الناس هذا نقول عنه إنسان حليم فالله عز وجل لماذا هو حليم لأنه لو آخذنا بأخطائنا كارثة لو أن الله يآخذنا بكل كلمة نقولها ما ترك على ظهرها من دابة لذلك ذكرك أنه غفور حليم ولكن هذا الحلم أو هذا الحلم يعني له مدى محدد بعد ذلك إن الله شديد العقاب انتبه يعني عندما تخطئ مدام قلبك مطمئن بالإيمان لا مشكلة النية إنما الأعمال بالنيات آية ثالثة أيها الأحبة مثلا والله بما تعملون خبير هذه الآية في سورة البقرة 234 تتحدث عن عدة المرأة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ماذا تفعل هذه الزوجة يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا هنا يا أيها الأحبة أراد الله أن يختم هذه الآية برسالة يذكرك أيها المرأة التي مات زوجك أن الله خبير التزمي في بيتك لا تتحدثي مع أحد يعني في أمور الزواج وغير ذلك لا تختلطي إلا للضرورة لا تخرج إلا لضرورة قصوى ويعني هذا الأمر أبلغك الله أنه خبير بأي عمل تقومين به قال تعالى والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير إذن الله عز وجل خبير بهذا العمل فألتزم رأيتم أيها الأحبة يعني هي رسالات من الله عز وجل لتربط سلوكنا بالله فعندما يرتبط سلوك المؤمن برب العالمين يستقيم يسير على الصراط المستقيم إذا أردت أن تخطئ تتذكر أن الله يراك فتمتنع أردت أن تأكل الربا تتذكر أن هناك إلها كريما رحيما هو الرزاق ذو القوة المتين فتقول أصبر وأنتظر رزقي من الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تعق أباك وأمك تتذكر أن الله أمرك ببر الوالدين قال تعالى وبالوالدين إحسانا وهكذا أيها الأحبة تذكرك لله في كل لحظة هو أقوى وسيلة لتقويم سلوكك في هذه الحياة يعني إنسان يجلس منفردا لا يراه أحد لا يعلم عنه أحد شيئا من البشر ولكن الله يراه طبعا وأمامه جهاز كومبيوتر أو موبايل وبإمكانه أن يفتح موقع مثلا فيه شيء يعني يبغضه الله ما الذي يمنعه من ذلك مطمئن لا يمكن أو لا يمنعه أحد إلا إذا تذكر أن الله يراه إلا إذا تذكر عقوبة الله سبحانه وتعالى إلا إذا تذكر أن هذا العمل لا يحبه الله إلا إذا تذكر أن هذا العمل يبغضه الله سبحانه وتعالى وأنا كمؤمن أنا حريص على محبة الله لي حريص أن أرضي الله سبحانه وتعالى الصحابة الكرام أحبتي في الله كانوا يتسابقون لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين ثم أي الجهاد في سبيله كانوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر مهم أنا كمؤمن أنا أحب أن أعلم يعني هذا الإله العظيم إله الكون ماذا يحب هذا الإله أنا يجب أن أعمله لكي أحظى بمحبة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إذن أحبتي في الله والله آيات كثيرة كثيرة جدا لا نستطيع أن نقصيها ولكن أحببت أن أبث إليكم هذه الومضة القرآنية الجميلة والرائعة والتي تثبت أيضا أن القرآن كلام الله وتثبت أن هذا القرآن ينفرد بهذه الميزة على فكرة اسم الله ورد في القرآن فقط اسم الله من دون اللهم من دون الرحيم الرحمن من دون رب أو ربكم أو هو أو كذا فقط اسم الله يعني الله لله فالله والله هذه الصياغ هي سبعة الصياغ لإسم الله في القرآن تكررت 2699 مرة 2699 مرة يعني إذا قسمت هذا العدد على 600 صفحة عدد صفحات القرآن لا تكاد تخلو صفحة من ذكر اسم الله عدة مرات لا تخلو صفحة على فكرة من ذكر اسم الله عدة مرات أحيانا قد تجد في نفس الصفحة أكثر من عشر مرات يذكر اسم الله أحيانا تجد في آية واحدة آية واحدة يذكر فيها اسم الله سبع مرات وهي آخر آية في سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه والله يقدر الليل والنهار يعني هذه الآية فيها اسم الله سبع مرات في آية واحدة تصوروا كل هذا التكرار لإسم الله ولا نشعر بأي نشاز عندما نقرأه تصوروا مثلا مثلا يعني لو أن شاعر من الشعراء مثلا أرد أن يؤلف كتابا وفي كل صفحة يضع اسمه مرتين ثلاثة أربع عشر سيصبح أضحوك لن يقرأ أحد هذا الكتاب أصلا الكتاب الوحيد الذي يتكرر فيه اسم محدد بكل هذا العدد ولا نشعر بأي شذوذ أو أي خلل لغوي أو أي خلل سمعي عندما نستمر هو القرآن لا يوجد أي كتاب آخر وجربوا يعني الإنترنت موجود وقرأوا الكتب الموجودة وانظروا إذا تكرر الإسم يعني في الصفحة أكثر من مرة مرتين أو ثلاث مرات في الصفحة الثانية يمكن القرأ يتحمل صفحتين ثلاثة أربع عشر أما أن تجد كتابا مثل القرآن ستمائة صفحة وتجد معظم صفحات هذا الكتاب فيها اسم الله ويتكرر بشكل غزير جدا وتقرأ القرآن وتجد أنه كلام متناسق بليغ مريح للنفس فهذا يشهد على أنه كلام الله تبارك وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق